في الفيديو ده هنتكلم عن وهي خلايا دم البيضاء واحنا بشكل كبير جدا هنركز على جزء واحد واحد وهو الجرانيولو هويسيس اللوكوسايد طبعا واحدة من الموجودة في البلاد لها دول مهم جدا في عملية داخل الجسم وبتعمل مع بقية داخل البلاد فيسل بتلف كل اجزاء الجسم وبعد كده بتعمل لهو المكان اللي بتقوم به كجزء من البلاد ساهم بلا ما بنجمعها من وبنحطها في تيستي تيوب بفعل بتلاقي كل بتنزل لتحت وبيبقى موجود فوق اللي احنا بنسميه وبنقدر نفس الكل عن بعضه من خلال عملية لان عملية بتسرع لكل وبالتالي بتجمعها في بتاعي تيستي تيوب بعد عملية بتلاقي البلاد بيتكون من طبقة الاولانية هي عبارة عن ودي بتمثل الطبقة الموجودة تحت اللي بيبقى لونها احمر الطبقة اللي بعدها وهي طبقة وبتشمل كل من الليكوسايد والسرومبوسايد الطبقة التالتة وهي عبارة عن وده عبارة عن البلازمة بيبقى فيها كمية كبيرة جدا من الووتر والالكترولايت والميتابولايت وكل اللي بتوصل لالبلاد الليكوسايد على عكس ما هيش نوع واحد هي اكتر من نوع وبنسمهم لاتنين كبارة الكاتيجور الاولاني بنسميه وبتشمل تلات انواع من الخلايا بتشمل والبيزوفيل والازينوفيل بينما بتشمل خليتين بس بتشمل المونوسايد والليمفوسايد وزي ما انتو شايفين الفرق واضح بنلاقي الجرانولوسايد كل السيتو بلازم فيلد ويز جرانيولز اللي احنا بنهتم باياس الليكوسايد داخل المعمل اول حاجة بنقسها كاروتين بمعنى ان انت اي مريك بتبتدي تعدي الليكوسايد عشان تشوفها مظبوطة ولا لا لان هي طبعا بتمثل الجهاز المناعي الحاجة التانية دايما بنعملها كخطوة مبدئية قبل عملية او بمعنى ان قبل لازم بنشوف مستوى المناعة هو هل هيقدر يستحمل كمان قبل لازم نتأكد ان الجهاز المناعي وخاصة الليكوسايد موجودة بالنورمال فاليو بتاعتها الحاجة التالتة وهي الدايجنوزيس بمعنى اما بنقيس الليكوسايد بتدينا معلومات بقدر استفيد منها ان انا باكد التشخيص المبدية هل فيه امفكشن ولا مفيش كمان بنعمل حالة اكيوت ولا كرونيك وهل ينفع معها العلاج ولا لا كمان من خلال اياس الليكوسايد بنقدر نعمل ليه العلاج لان صورة الليكوسايد بتقدر تحدد لنا هل فيه باكتيريا فندي انتبيوتك ولا فيه فيرال انفكشن فندي الانتي فيرال دراكس عشان كده اياس الليكوسايد داخل المعمل من الحاجات المهمة جدا وطبعا احنا بنقيسها داخل اللي احنا بسميها اللي بيقوم بيها طبعا جهاز فحص الدم لوه الهيماتولوجي عملية تخليق الليكوسايد بتتم داخل البون مارو وخاصة من البون مارو بيبقى موجود في عنواع معينة من البون بتم فيه عملية تخليق دم اللي احنا بنسميها الهيماتو بويسيز وبنرجع نقسمها على حسب نوع الخلية بمعنى ان او تخليق بنسميه وتخليق الليكوسايد بنسميه الليكو بويسيز والمسؤول عن تخليق البلوت سيلز داخل البون مارو بيبقى الاستيم سيلز الاستيم سيلز هي الخلية المبدئية بسمه هيماتو بويتك استيم سيلز عبارة عن الخلية الجزائية موجودة داخل البون مارو وهي مسؤولة عن تكوين الانواع المختلفة للليكوسايد والاريسروسايد وكمان السرومبوسايد من خلال انها بتعمل اكتر من وبالتالي بتقدر تتحول لأكتر من نوع وكمان بتزود عدد الخلال والاستيم سيل زي ما احنا شايفين في الفجر اللي قدامنا بتقدر تتحول لانواع مختلفة من البلوت سيلز بتقدر تطلع والانواع المختلفة من الليكوسايد وكمان البلد لت كل ده بيتوقف على حسب اللي بيجي لالاستيم سيل داخل البون مارو على حسب بتبتدي تعمل وتتحول للخلية المطلوبة على سبيل المثال الاريسروسايد لو انا عايز اعمل فورميشن للاريسروسايد اللي هو الاريسروبويسيس بيجي الاريسروبويتن هورمون وبالتالي بيمشي فيه مسار تخليق الاريسروسايد نفس الحكاية بالنسبة للليكوسايد والسرومبوسايد فعندنا هنا الستيم سيل بتنقسم لخليتين رئيسيين بنسميها الليمفويد ستمسل والميلويد ستمسل الليمفويد ستمسل من اسمها هي تتحول للانواع المختلفة للليمفوسايد بينما الميلويد ستمسل بتطلع بقية الخلايا سواء الجرانيولوسايد كلهم والمونوسايد بالاضافة للريد بلاد سيلز وزي ما قلنا عملية التخليق كلها على بعضها بنسميها الهيماتوبويس ولكن بنرجع نسمي تخليق كل خلية باسمها يعني الاريسروسايد بنسميه الاريسروبويسيز اللوكوسايد بنسميها اللوكوبويسيز وبنرجع نسميه لجرانيولوبويسيز اللي هو تخليق الجرانيولوسايد وبعد كده تخليق المونوسايد بيبقى المونوبويسيز والليمفوسايد بيبقى ليمفوبويسيز اللي احنا هنهتمي به في الفيديو ده وهو الجرانيولو بويسيز اللي بيشمل تلات انواع من الخلايا سواء النيوتروفيل والازينوفيل والبيزوفيل التلات خلايا بنسميهم جرانيولوساية زي ما احنا قلنا لان بيبقى فيهم الجرانيولز داخل السيتو بلازم وبيبقى الماتيوريشن بتاعهم كله بنسميه الجرانيولو بويسيز عملية التخليق من الاستمثل لحد ما بنوصل للماتيورساز بتاخد خطوات كتيرة جدا وبتاخد وقت طويل داخل البون مارو لانها بتنقسم لعمليتين العملية الاولى وهي عملية عشان اقدر اكتر عدد الخلايا فبيحصل وكل ما الخلايا بيحصل لها بنتغير اسمها نتيجة لتغير حجمها وتغير الموجودة جواها اول خلايا بنسميها الخلايا اللي بعدها بنسميها وبعد كده وكل الخلايا دي بتتكون نتيجة لعملية عشان كده الجزء ده احنا بنسميه بيحصل فيه وبالتالي بيحصل زيادة في عدد الخلايا بعد كده بيحصل معنى ان بيحصل لعملية بيحصل بيحصل بتبقى هي نفس الخلايا ولكن بيحصل جواها سواء في شكل او في وعشان كده بنسمي الخلايا برضو باسمها مختلفة بنسميها الميتا مايلوسايت والباند سيلز وبعد كده الماتيور نيوتروفيل اللي احنا بنسميها دي بتبقى ماتيور سيلز وبيحصل لها ريليز او خروب من البون مارو وبتوصل للبلد عشان تقدر تقوم بالفونكشن بتاعتها والفيديو ده بيبين عملية في البداية اول ما بيوصل اللي هو لنوع احمر ده اللي لايه الخلايا بيحصل لها مجموعة من الديفجن عشان تزاود عددها زي ما احنا شايفين وبعد كده بيحصل لها ماتيوريشن بيلاقي بيحصل تشينج في الشيب بتاع نيوكلس وكمان بيحصل جينريشن لسيتو بلازم الجرانيول بعد كده ما الخلايا بتوصل للماتيوريتي بيحصل لها ريليز من البون مارو وبتوصل للبلد ستريم عشان تقدر تقوم بالدور بتاعها في عملية الاميونيك واثناء عملية بيحصل تشينجز في الشيب بتاعة الخلايا من اول لحد ما بنوصل لسيجمينتد سيلزا بيحصل تشينج في السايز بنلاقي بيحصل في السايز كل ما الخلايا بيحصل لها وماشى يامة عشان كده بنلاقي في فرق كبير جدا ما بين المايلوبلاست والماتيور سيجمينتد نيوتروفيل بيحصل في السايز نتيجة للعدد الكبير من عملية كمان بيحصل في شكل نيوكلس بنلاقي نيوكلس في الاول بيبقى لونها فاتح نتيجة لان الكروماتين بيبقى لان النيوكلس بتبقى اكتب في عملية بعد كده بنلاقي الكروماتين واحدة واحدة بيبتدي يحصل له مع بعضه او بيتجمع مع بعضه وخاصة بعد انتهاء عملية عشان كده بنلاقي شكل بيبقى او اللون بيبقى اغمى معناها ان الخلية بتبقى عن الخلية الاولى اللي هي بتبقى الكروماتين فيها وبيحصل تغير في شكل زي ما احنا شايفين بتتحول من وبتاخد زي ما هو موجود في وبعد كده بيحصل لها لأكتر من لوب وبنلاقي نيوكلس داخل النيوتروفيل بتتكون من تلاتة لخمسة لوب بالاضافة لكده بنلاقي ان السيتو بلازم شكله بتغير نتيجة لتغير الجرانيولز الموجودة داخل السيتو بلازم في الاول بتبقى وبعد كده بتختفي وبتظهر بتبقى مميزة للتلات انواع من الخلية النموذج الموجود قدامنا ده هو عبارة عن تخليق النيوتروفيل وعشان كده بنلاقي ان السيتو بلازم بيبقى بيظهر نتيجة لوجود ونتيجة للتغيرات الكتيرة اللي هي بتحصل من اول المايلو بلاست لحد الماتيور سيلز بنلاقي ان عملية الجرانيولوبييسيز بتاخد وقت طويل داخل البون مارو بتاخد من سبعة لعشرة دايز عشان تعمل كومبليت جرانيولوبييسيز لحد ما بتخرج النيوتروفيل من البون مارو وتوصل للبلود سترين الريجوليشن لعملية الجرانيولوبييسيز بيتم من خلال بعض الكيميكال فاكتور اللي بتطلع من التي ليمفوسايت والماكروفاجيز والسترومال سيلز الموجودة داخل البون مارو الخلايا دي بتفرز بعض الكيميكال اللي هي عبارة عن كيميكال بنسميها الكوليني ستميليتينج فاكتورز بان هي اكتر من نوع بنختصرها بالسي اس اف في منها الجرانيولوبييسييز والمونوبييسييز كوليني ستميليتينج فاكتور وفي منها اللي هو متخصص بيبقى جرانيولو سايت كوليني ستميليتينج فاكتور والم اللي هو المونو سايت كوليني ستميليتينج فاكتور دي اللي بيبقى لها دور كبير جدا في عملية الجرانيولوبييسيز بالاضافة لبعض الانترلوكن الاخرى زي الانترلوكن سري اللي بيساعد في عملية تخليق الجرانيولو سايت او في عملية الجرانيولوبييسيز وبالتالي بحنا اكلمنا في الفيديو ده على عملية الجرانيوليس ما هو الجرانولوبيسس هو عبارة عن الفورميشن لنيوتروفيل والزينوفيل والبيزوفيل بتتم فين عملية الجرانولوبيسس بتتم داخل الريد بون مارو اللي بيبقى موجود في بعض الاماكن داخل البون بتبقى نشرطة في Access forilians عشان كده هي اللي بتعمل الجرانولوبيسس الستيملوت بيبقى عبارة عن τηصية lenticillium co сами الحيض بيو Dev usar عشان نعمل كومبليت فورميشن للماتيور جرانولو سايف اللي هي السيجمينتد سيلز